لا تكف إدارة بايدن عن إطلاق المفاجآت في سياستها الخارجية حيث أن الدولة التي كانت مصدرة للإرهاب بالنسبة لها مثلا أو تلك التي تزعزع أمن العالم يمكن في لحظة ما أن تصبح صديقا هناك في كاركاس عقد مسؤولون بإدارة بايدن اجتماعات لمناقشة مسألة تخفيض العقوبات الأمريكية حتى تتمكن من استئناف تصدير النفط حيث تبحث واشنطن عن بدائل النفط الروسي على هذا المنوال ولذات السبب يبدو أن أمريكا تتجه لإيران عبر باب المباحثات في فيينا لقبول تخفيف العقوبات على طهران التي تطالب بذلك بقوة توجه لم تخفل عنه موسكو التي لطالما لعبت دورا كبيرا في إنقاذ الاتفاق النووي ودافت عن طهران مرارا مطالبة بضمانات بعد بانتهاك العقوبات الأمريكية بحقوقها في حرية التعاون الكامل مع إيران في طهران يبدو أن إيران مستعدة للتخلي عن حليفتها روسيا حيث قال وزير خارجيتها صراحة إنه لن يسمح لأي عوامل خارجية بالتأثير على مصالحهم بالمقابل يرى خبراء اقتصاديون أن الاتفاق النووي لن يغير في المعادلات مع عجز إيران عن تقديم بديل جيد عن الخام الروسي لأن البنية التحتية الأساسية لمنشآتها النفطية متضررة وبشدة في السياسة الأمريكية إذن لا شيء محظور في وقت تسجل الوقائع على واشنطن خذلانها للشعوب العراق، سوريا، اليمن، لبنان وآخرون خذلوا مرارا بسبب انتهاكات وجرائم ميليشيات إيران تلك التي كان رفعها من قوائم الإرهاب إشارة خضراء كما أكدت الحكومة الشرعية اليمنية لاستمرار الحرب في اليمن وبالعودة إلى الحرب الأوكرانية التي أخجلت البراغماتية الأمريكية لم يغفل الأوكرانيون أنفسهم عن انتقاد دول الناتو على رأسهم أمريكا الذين تركوا كييف فريسة سهلة أمام روسيا ولولا صمود الأوكرانيين لفرضت روسيا أجندتها كما تريد على الغرب الذي يبدو أنه لا يعترف إلا بمصالحه